مرحبا أدام و اليوم بقارن بين أهم جهازين موجودة الآن بالسوق اللي هي آيفون 10 أو آيفون X مقارنة بـ Note 9 أقوى جوالين موجودة عند الشركتين أدرين البعض بيقول آيفون من 2017 نوت هو مالا كم يوم ننسل كيف تقارنهم ببعض بس اللي بيشتري جوال الآن أكيد أن يبغي يعرف إيش الأفضل من هذول الأثنين وعشان كده رح أقارنهم في الأجسام الرئيسية التالية الشاشة التصميم البطارية والكاميرا وأخيرا النظام والأداء خلونا نبدأ أول شيء في الشاشة طبعا فيه فرق ضخم بين الجهازين لما نتكلم عن الشاشة إذا كان يهمك شاشة تستخدمها بيد واحدة وبيكون أسهل أنك تستخدم بيد واحدة فآيفون هو خيارك الأفضل هنا لأنه حجمها مناسب يعتبر إذا كنت تحب الشاشات الكبيرة تستمتع فيها أكثر بالفيديو وما شابه رح أقول لك توجه للنوت مباشرة لأنه النوت 9 حجمة كبير يمكن لما تجي تشوف أبعادها بالعرض كويسة لكن الطول طويل جدا وبالتالي يخليك ما تقدر تستخدمها بيد واحدة آيفون 10 طبعا ما تقدر تطالع بشاشة بدون ما تشوف النوت أو النوتش اللي موجود بالأعلى وهذه القطع الزائدة اللي مختلف عليها ما بين الناس في ناس يشوفونها مزعجة جدا وما يقدرون يتحملونها وسيئة بينما في ناس تقول عادي بلا دلع لكن اللي يميز شاشة آيفون هي نقطتين أولا أن كل الأطراف هي نحيفة عادة عن النوت اللي موجودة بالأعلى أنا حاف تقريبا من معظم الجوالات وتعطيك هذا الإيهاء تقريبا الشي الثاني أنه أطراف الشاشة ليست منحنية الشاشة هي مستوية وهذا يفرق أيضا من شخص لآخر لأنه لما نتكلم عن النوت 9 أطرافها هي أكبر بالفعل من الأعلى والأسفل لكن عندك بالجوانب الشاشة منحنية أيضا الشاشة المنحنية هي من الأشياء اللي مختلف عليها إذا كنت ما عندك مشكلة معها فالجهاز راح يكون ممتاز بالنسبة لك لكن خلونا نترك كل هذا لجنب ونتكلم عن جودة الشاشة هل يحتاج أقول مين أفضل أساسا؟ يعني أتوقع أنه الإجابة معروفة الأفضل هنا هي نوت 9 وبفرق واضح شاشة نوت 9 تقريبا هي مو بس أفضل من آيفون تقريبا هي الأفضل موجودة بالسوق الآن مقارنة بجميع الجوالات ثم ننتقل إلى التصميم التصميم مثل ما أنتم شايفين كلهم الأثنين يعتمدون على القزاز وهذه مشكلة في البصمات في الأوساخ وفي الكسر هذه هم نقطة كلهم الأثنين يخوفوني أن يطيحهم وكسرهم عشان كذا أيً كنت بتأخذهم الأثنين لازم تركب كفر كلهم متعدلين في هذه النقطة نوت 9 يستخدم بالأطراف مع القزاز الألمنيوم بينما آيفون 10 يستخدم ستالستيل اللي هو لما أكثر ويتحمل أكثر وربما أشوفها أفخم صراحة الكاميرا في ناحية التصميم الكاميرا بآيفون هي بارزة لكنها ليست بارزة في نوت 9 وهذه تحسب لصالح نوت 9 وهي نقطة مهمة طبعا آيفون كتصميم توفر منه لونين اللي هي الأبيض واللي يسمي البعض الفضي وكذلك الأسود أما سامسونج توفر لك ألوان أكثر واللي يعجبني هذه السنة أنه سامسونج ستمرت بأسلوبها الخاص بألوانها الخاصة المتعددة وحاولت تعطي نفسها طابع مختلف عن الباقيين وما تحاول تقلد أي أحد ثم ننتقل الحديث عن البطارية مقارنة البطاريتين لنظامين مختلفة ما هي بسهلة مثل ما تتوقع نبدأ بآيفون 10 هذا الجهاز أول ما شريته قبل سنة لما كان جديد بطاريتها تعطيك يوم كامل وبنهاية اليوم يبقى لك 20% إضافية لكن مثل أي بطارية ليثيوم اللي هي موجودة في كل الجوالات أداءها يقل مع الوقت اليوم صارت تعطيني يوم واحد فقط وحيانا إذا استخدامي ثقيل ممكن أضطر أشحنة قبل نهاية اليوم بالمقابل هنا نوت 9 ما زال جديد بطاريتها جديدة وفي قمة عنفوانها إن صح التعبير بعد تجربة عدة أيام وإقرابة الأسبوع لاحظت بأنها تعطيك يوم كامل أيضا من الاستخدام لكن ما تزيد عن اليوم بالتالي أداءهم هنا يمكن يكون متقارب لكني راح أفضل نوت 9 ثم ننتقل للكاميرا الكاميرات صارت شيء مهم هذه الأيام الآن عندك جوالين كلهم فيهم كاميرتين بالخلف المميزات الرئيسية متشابهة في الجهازين مثل العزل الخلفية وغيرها بس لما نبدأ نتكلم عن النتائج وهذا هم شيء أول شيء خاصية العزل بالغالب حسيت الألوان أفضل في آيفون وكذلك الجودة على فكرة شوف مثل النص راح تلقى الجودة أفضل كذلك في عندك جوانب أخرى وتفاصيل بالصورة أوضح وأكثر دقة في آيفون وهذه تفاجأت منها شوي كذلك بتجربة مختلفة نفس الشيء ينطبق عليها الألوان أفضل في آيفون درجة العزل بالخلفية هي أفضل في آيفون بالرغم أنك لا تكون تتحكم فيها وكنت تتوقع أن النوت بيكون أفضل بس للأسف بهذه الصورة أكيد انتبعت بسبب أنه الخلفية بنفس لون الكوب آيفون ما عرف يفرق بين الخلفية وبين الكوب بينما النوت 9 كان أفضل بهذه النقطة تحديدا وفي صورة أخرى كانت نتائج قريبة جدا من بعض مثل هذه ثم لما ننتقل للإضاءة المنخفضة يعني لما تصور في مكان إضاءة المنخفضة الوضع يختلف هنا كليا النوت 9 أثبت بأنه أفضل في هذه الحالة دائما يعطيك صور أوضح دائما يعطيك صور بدقة أعلى وشتان بين الجهازين لاحظ حتى هذه الصورة الثانية مو بس راح تلاحظ بأنه النوت 9 أفضل لما تقرب راح تلاحظ حتى الجودة والتفاصيل فالصور اللي يعطيكها النوت 9 هي أفضل بلا شك والحين راح أترككم معه شوي صور بينهم طبعا كاميرا الجوالين كل واحدة منهم ما زال فيها بعض المميزات اللي يتميزها حصرا مثلا آيفون تقدر أنك أنت تغير إضاءة البورتري وبالتالي تحسل من إضاءته وهذه ما موجودة في سامسونج للأسف بالمقابل نجي نشوف نوت 9 فيه شغلات أكثر فيه عندك التصوير البطيء جدا اللي هو 960 فريم أبطأ من الموجود في آيفون وكذلك فيه إمكانية تعديل العزل بعد ما تاخذ الصورة وهذه غير متوفرة في آيفون الكاميرتين بصراحة كنت أتوقع أني بلقى فائز واضح وبدون أي نقاش راح يكون نوت 9 لإعتبارات كثيرة بس بكل صراحة واقعية بعد ما جربت نوت 9 لقيت أن نعم أفضل في نواحي كثيرة مثل إضاءة مخفضة ومع شابه بس لقيت نواحي كأن آيفون أفضل فيها وهذا بشخصينا استغربته مع ذلك لما نتكلم بشكل عام راح أفضل النوت 9 لأسباب متعددة ثم ننتقل للحديث عن نظام والأداء وهنا فيه فرق ضخم جدا واحد يستخدم أندرويد والآخر يستخدم آيو اس ومن ناحية النظام صعب أني أقعد أمسك كل ميزة وتكلم عنها لأنني راح أحتاج فيديو كامل لكن راح أتكلم عن ثلاثة أقسام رئيسية الأداء التحديثات والدعم وأخيرا الميزات في النظام أولا خلونا نبدأ نتكلم عن الأداء الأداء فعليا هو مو بس على المواصفات ولا بس على الرقام المواصفات شي مهم جدا بس في عندك جانب كبير جدا لما نتكلم عن الواجهة ما أقدر أكذب في ذير نقطة سامسونج كل سنة لما استخدم جهازها أول ما اشتري يكون سريع جدا واجهتهم كتصميمها جميل جدا لكن المشكلة بعد فترة أداءها ينخفض وهذا شي للأسف واقعي لكن هذه السنة أطلقت سامسونج نسختين من نوت 9 واحدة 6 جيجابايت رام وهذا اللي أتوقع نعم بناء على تجارب سابقة راح ينخفض أداها والثانية 8 جيجابايت رام وهي أغلى الثمانية هذه نتوقع أنها راح تساعد في تسريع الجهاز هل ممكن ينخفض أداها بعد فترة؟ أو لا؟ ما حد يقدر يجاوبك الآن لأن هذا الشيء ما يوضح إلا بعد أشهر من الاستخدام والجهاز ما زال جديد لهذا لما نتكلم عن الأداء بالغالب راح أفضل آيفون بهذه النقطة تحديدا لكن خلونا نتقري النقطة الثانية هي التحديثات والدعم للعميل نبدأ بآيفون هي غالبا آيفون بالتحديثات المعروف سواء التحديثات النظام الكبيرة أو حتى الأمنية كلها توصل للكل بنفس الوقت وإنت مرتاح كذلك جوالك يندعم لمدة أربع سنوات وأحيانا خمسة بالتالي تضمن أنه جهازك مستمر معك لسنوات وقيمته فيه لأنه مدعوم للأسف هذا الشيء يعتبر نقطة ضعف في سامسونج تحديثاتها تتأخر لمدة أشهر وأحيانا تصل إلى نصف سنة هو أكثر وكذلك هي فعليا لما تدعم جوالك فهي تقريبا تقريبا تدعمها بتحديث واحد كبير لأنه نوت 9 فعليا هو ينزل بنظام قديم اللي هو نزل بأندرويد أوريو بينما النظام أندرويد 9 موجودة الآن في جوالات كثير بالسوق لكن للأسف لازم تنتظر كم شهر عشان يجيك هذا التحديث ويحسب عليك أنه محدثوه لك تحديث كبير وبعدين السنة الجاية يحدث لك تحديث آخر اللي هو الكيو وغالبا خلاص تتوقف التحديثات فبالتالي أعتقد أنه سامسونج لو احتمت بجانب التحديثات عشاقها بيمبسطون كثير ولهذا أيضا التحديثات والدعم راح نفضل فيها آيفون هنا بشكل واضح وخيرا لما نتكلم عن مميزات اللي موجودة في النظام بهذا الجانب معروف مين اللي راح يتفوق هنا غير مميزات أندرويد سامسونج تحب تحط مميزات أكثر في واجهتها سواء تحتاجها أو لا باختصار أعتبر واجهات سامسونج فيها خيارات أكثر للتخصيص وكذا لك فيها حركات أكثر مثل القلم القلم يقدم لك مميزات مرة كثيرة الآن صار غير مميزات أقديمة مرتوط بالجهاز بجوالك بالبلوتوث وتقدر من خلال الزر اللي موجود فيه تضغطه وتفتح تطبيق تحدده من الإعدادات أو تقدر تكتب ملاحظة بشكل سريع جدا لو احتجت تقدر وهذه أحد الميزات التي تعجبنك تستخدم القلم وتقص جزء من الشاشة عشان تكتب عليه أو حتى تشاركه مع أصدقائك وتقدر تكرر التطبيقات اللي موجودة في النظام مثلا تدخل بأكثر من حساب في سناب شات هذه المميزات وأكثر كلها مهم موجودة في آيفون ومن ثم صعب جدا توفرها في آيو اس لهذا إذا كان يهمك المميزات وكثرتها بهذا الجانب في متفوق واضح هنا وهو النوت 9 وهو اللي راح يكون مناسب لك مزال التطبيقات آيفون تقريبا آيو اس أشوفها كجودة أعلى من الموجودة في أندرويد بالرغم من أنه فعليا الفجوة بينهم تقلصت كثير خلال السنوات الماضية ولهذا لما نجمع كل هذه الثلاثة أقسام الكبيرة مع بعض ربما من هذه الناحية كأداء وغيرها راح أفضل بهذا القسم آيفون بشكل عام بالنهاية طبعا أنتم معارفين أسعار الجهازين أسعار الجهازين صارت متقالبة جميعها غالية ومرتفعة إذا كنت بتحط فلوسك بجهاز غالي الأنسب هو أنك تحطه بنظام اللي تحبه قبل ما تفكر في أي شيء آخر لأنه هو أكثر شيء راح تستمتع فيه بالنهاية هذه مقارنة بين الجهازين بالنسبة لك علمني أيش الجهاز الأنسب لك وليش أيش السبب شوكم في فيديو قادم إن شاء الله لا تنسى تشترك بالقناة مع السلامة